تعالشون بقى الجانب التاني خروج غير مشرف ومهين لمنتخب مصر وكورة القدم فعلاً خروج مهين بمعنى الكلمة أول مرة من فترة طويلة جداً أشوف منتخب مصر بيلعب أربع مباريات ما بيفسوا ولا مباراة طيب إزاي يا جماعة إيه اللي حصل إيه اللي كان بيحصل أقولك اللي بيحصل إيه اللي بيحصل إن جابه مدرب غير متخصص خالص في المتخبات تاعة إفريقيا نهائي الاختيارات في ناس موجودة في اتحاد وكورة تدخلت في الاختيارات أنا بقول لكم بقى الكلام أنا عندي كلام كتير جداً بس أنا هختاري الأرفاظ واختاري الكلام اللي ناسب الشاشة شاشة قناة النادي الأهلي اللي حصل ده مش هتنسي في التاريخ النسخة اللي احنا قدمناها هدية في كاس الأمم الأفريقية أسوأ كورة وأسوأ أداء في كل المباريات حطين إيدينا على قلبنا في كل مباراة مفيش مرة واحدة تفرحونا فيها والله العظيم حرام عليكم وحرام على المسؤولين اللي هم المسؤولين عن كورة القدم المصرية مباراة بعدها المباراة التانية اللي احنا ندخلنا بالصدفة يا جماعة بقى ده منتخب مصر ده منتخب مصر اللي كان مع الكابتن حسن شحاطة ربنا يديره الصحة والعافية وأحكي لكم حصل إيه مع الكابتن حسن كابتن حسن اللي فرحنا 2006 و2008 و2010 ومتتالي ورا بعض هل ده حصل بعد كده ما حصلش ليه لأنه حصل عك بعد كده تحت كورة بيجي معرفش مين بيجيبه أشكال أول مرة ما احترامي لهم أول مرة أشوفهم الناس ما عندهاش فكرة عن التنظيم على كورة القدم ولا أي حاجة يا جماعة دي دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرح الشعب المصري شفت الشعب المصري في 2006 و2008 كان عامل زي في الشوارع شفت كان التصنيف بتاعنا في الاتحاد الدولي كما كان التاسع بتكسب إيطاليا في كاس القراط بتلعب مع البرازيل أربعة ثلاثة بالعافية الله طب هو فيه إيه فيه إيه اللي إحنا اللي حصل ده في كاس الأمم الأفريقية في كودوفور حاجة تحزن حاجة تحزن أقول لكم لا أداء ولا فرق ولا تشكيل ولا اختيار ولا مدير فني ولا جهاز فني ولا أي حاجة خالص بعد كده أطلع نسمع اليومين اللي فاتوا تصريح من السيد الوزير الناس الشرع المصري بيغلي آه بيغلي وأنا أقول لكم دي دي الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الشعب المصري طبعاً غيرنا اللعبة التانية في الوسكواش في القرط اليد في الطايرة فيه حاجات كده بتساعدنا بس كورت القدم هي دي لعبة الشعبية على مستوى العالم عشان كده طلع تصريح غريب جداً أولاً طلع تصريح من تحاد المصري كورت القدم قال لك هنجتمع وهنشوف التقارير إيه وهنكتب بش عارف ونعمل تكتبوا إيه أنتوا لازم كلكوا كده يعني زي عصبة المعلم كده مع السلامة خلاص أنتوا قادين ليه أنتوا نكتتوا على الشعب المصري لا فيه أداء ولا فيه كورة ولا إحنا بقول لك أنت بطولة أشبه بالكبوس معقولة دي بقى منتخب مصر منتخب بقول لكوا لا شكل ولا لون ولا طعم ولا كورة ولا فوز ودفاع شوارع ونص ملعب تاية وهجوم على ما تشوف ما تفرج معنا طب هو فيه إيه هو فيه إيه لسه هتكتمعوا لأنتوا المفروض تتيجوا من كورة دفار تقدموا استقلتكم كلكوا وتقولوا يا الشعب المصري إحنا متأسفين إنما طالع بيان خايب قوي بيان ما فيهوش حاجة أبدا عاوزين يغطوا المصيبة اللي هم عملوها يا جماعة ما ينفعش والله العظيم بعد سمعت سيادة الوزير بيقول دكتور عشب صبحة بقول لك ما نقدرش نشيله الوقت نازم نشيله بعد رومبل جيمز في فرنسا طب ما انتوا شلطوا الاتحادات قبل كده وعارف إمتى سيادة الوزيرين تشلطهم إزاي مش قلت لهم نستقيله قولوا للموجودين دول نستقيله رياحوا الشارع على مصري شوية عاوزين يشوف حاجة كويسة عاوزين يشوف حاجة كويسة وبعد كده أسمع حاجات يقولك أصلي دخل بيش عارف إيه وهدي البيان بتاع اتحاد الكورة بيان خايب طيب أنا عاوز أقول مين المسؤول عن المنظومة مين المسؤول مين اللي بيحاسب مين ما بيش حد بيحاسب حد لما يطلع الوزير المسؤول عن الرياضة المصرية يقول لك ما ننضرش نشيلهم دلوقتي وما انتوا شلطوا هانا بريدة لما طلعوا الشلة بتاعه دي إمتى حصل إيه مش قلتولهم استقيلوا استقالوا انت استقيقوا يمشوا يمشوا وبعدين المدرب ده لو استمر أنا قلتلكوا قبل كده في حلقات لو تفتكروا قلتلكوا المنتخب ده مش هتشوفوا منه خير أولا مدير فني ماليه جعب الكرة الأفريقية بياخد 200 ألف يورو عارفين يعني 200 ألف يورو في الطحن اللي احنا موجدين في البصل والشعب المصري بيعاني والدولة بتعاني من العملة الصعبة طب ازاي مين اللي بياخدهم 200 ألف يورو مين اللي أصلا جابوا حط كده تصوروا ان العقد بتاعه في شرط جزائي شرط جزائي يخلص علينا كلنا لازم لو مشي قالوا له بكرة صحية شكرا مع السلامة ياخد 600 ألف دولار بقى المدارب ده يساوي 100 دولار انتو متخيلين كانوا فين اتحاد الكورة الناس المسؤولة عن المنظومة كانوا فين لما بيكتب العقد العقدة ما أعلنش رسم ليه معقولة واحد بس في اتحاد الكورة هو اللي يدير الكورة على منظومة الكورة على 120 مليون مواطن مصري هو فيه ايه ومتمسكين في الكورسي أو كده ليه هو فيه ايه لا فيه كفاءات في الاتحاد الكورة ولا فيه تخطيط وكلها خناءات كله بتخدع على السفريات ده عايس سافر السفريات ده يقول له لا ده لازم اطلحها زي اللي بقولوك هنا اسمعوا الكلام بتاعي اللي بقولولك ده كله بتخاني على السفريات كله حبي نقل السفريات اللي عنده زي المنتخبات منتخب الاول فيه ناس ماسكاه المنتخب الاولمبي فيه ناس ماسكاه المنتخب الناشئين فيه ناس ماسكاه تعالوا تشوفوا المنتخبات كلها فشلت كلها فشلت اتحاد فشل جاب مدرب أو تعاقد مع مدرب من أسوأ المدربين في الدنيا كلها والعقد اللي تعمل له من أوحش العقد اللي تعمل في طريق الكرة للخدم انظم في ناس لازم تتحاسب في ناس استفادت آه في ناس استفادت في اتحاد الكرة انا بشعاوزة تكلم اكتر من كده في ناس استفادت تعادلت المادشي التالي تعادلت المادشي التالي ليه اختياراتك بختار لاعيبة مختار لعيبة ما كانش فيه لعف الدور العام لعيب متخاني معنا دي جابه دي مجامد للعظم مجلس إدارة وانت وانت مغمط كده فيه لعيبة مش قادرة مصمم عليها طيب انت واخد فين حسين الشحات يا سبريم انت خدته ليه خدته ليه خدته بس عشان واحد اتعور فيها جاب واحد مكانه يا اخي حرام عليكم مفيش حد من الناس المسؤولة عن المنتخب يقولوا الاقتراراتك دي غلط للماتشات التبديلات بتاعتك وحشة قوي 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 وبعد كده